أكمل معكم بالتأكيد بعد الفصل أخبار النادي الأهلي طمنتكم على موقف أشرف داري بكل التفاصيل المحيطة بموقف اللاعب وقصة الإصابة للحاول البعض بيصطنح عشان يعمل مشكلة في لعب دولي مهم جدا منضم حديثا للنادي الأهلي طيب عايز أقول لكم كمان الأهلي زي بيستعد المباراة تزد أنت عندك غيابات أكيد موجودة في خط الدفاع عندك غياب ياسر إبراهيم وعندك كمان غياب محمد داهني فبالتأكيد غيابات مؤسرة مع غياب أشرف داري كولر هيفقر إزاي في موضوع خط الدفاع وارد جدا يكون في مركز جديد لعمر كمان عبد الواحد في مباراة تزد إذا رأى الجهاز الفني تطبيق ده في المباراة المقبلة إزاي؟ تدريبات الآلي شهدت تجربة عمر كمان عبد الواحد في مركز قلب الدفاع من أجل سد العجز الموجود في المركز نتيجة الإصابات اللي بيعاني منها الآلي غياب أشرف داري غياب ياسر إبراهيم غياب محمد هني طبعا ممكن يكون فيه كلام مؤكد أن في مباراة زد يكون في قلبي الدفاع رامي ربيع أو خالد عبد الفتاح فالناس تقول لي تمام موجود أكرم كظاهير أيمن لا ما أنت ممكن تلاقي أكرم في نص الملعب ما أنت برضه عندك غياب في نص الملعب لسه لغاية دلوقتي أنت مش متأكد هيا الحق ماتش زد ولا لأ ألا وهو عمر السلية يمكن تعرض لكادمة في مباراة سيراميكا غياب عن تدريب أول أمس بالأمس كان راحا النهاردة نتطمر على موقف السلية وبالتالي وارد جدا تلاقي مركز جديد لأمر كمال في مباراة زد إذا رأى الجهاز الفني الدفع به تبقى للرؤية اللي هو شايفها وتبقى للشغل اللي بيشتغل عليه في التدريبات في النهاردة والتدريب اللي اتعمل أول إمباراة طبعا على دكة البودلاء ما عندكش غير يوسف أيمن بس نتيجة النقص الحد اللي موجود فيه صفوف الفريق وبالتالي في تجربة هل أقرم يخش نص ملعب بيبقاش بكريت هل عمر ممكن هو اللي يكون مساك أو بكريت كل دي حاجات أكيد هنشوفها في التمانية واربعين ساعة اللي جاية عشان تقدر تشتغل على مباراة زد